ترجمة نانسي قنقر الحج ركن الإسلام الخامس يؤديه من استطاع إليه سبيلا سبيل قطعه أكثر من مليوني حاج بكل يسر وسلاسة من بينهم حجاج قطريون ما كانوا ليحجوا لو لا إصرارهم وتحديهم لإجراءات المنع التعسفية التي فرضتها السلطات القطرية عليهم ما عادت أساليب تسيس الحج تنطلي على القطريين ولم يعد الخطاب الإعلامي القطري ذا مصداقية بالنسبة لهؤلاء الحجاج تلك السياسة العمياء وغير المسؤولة قوبلت بالاستنكار من قبل العالم الإسلامي دولا ومنظمات وأفرادا خصوصا بعد محاولات تدويل الحج المستمرة من قبل نظام الدوحة والتي سرعان ما خاب مسعاها الخبيث تسهيلات عديدة قدمتها حكومة خادم الحرمين للحجاج القطريين ووفرت جميع احتياجاتهم لكن السلطات القطرية اتخذت مسارا منحدرا وقامت بحجب موقع تسجيل الحجاج القطريين ولتفادي هذه العرقلة بادرت وزارة الحج السعودية لفتح رابط آخر لتسجيل الحجاج من قطر قابله حجب آخر لم تتأخر عنه السلطات القطرية في خطوة لم تجد إلا الاستنكار من قبل الشعب القطري وشعوب المنطقة وبناء على هذا السلوك القطري المتكرر يتوقع مراقبون تحركات حقوقية عربية ودولية وتقديم شكاوى لدى المقرر الخاص بالحريات الدينية للأمم المتحدة والمفوض السامي لحقوق الإنسان ضد دولة قطر نظرا لحجم الانتهاك الخطير الذي ارتكبته الدوحة في حق مواطنها ومنعهم من ممارسة شعائرهم الدينية ماذا تبقى للنظام القطري من تسيس الحج وتدويل الحرمين ماذا تبقى وقد حج القطريون في العام الثاني على التوالي رغم التعنت والمكابرة والمنع والتضييق والاستخفاف بمشاعر القطريين واحتياجاتهم ماذا وقدان العالم الإسلامي تلك التصرفات ورقة أخرى سقطت كغيرها واحترقت والقطريون من حرقها برفضهم لسياسات نظامهم العدائية تجاه محيطهم العربي الإسلامي والسمو عن الخضوع لإملاءات النظام القطري الجائرة رفض شعب ركن النظام القطري وحيدا كما كان وسيظل طالما كانت تلك سياساته وتلك أفعاله ترجمة نانسي قنقر